اشتركوا في القناة بكم ابناء طلاب الصف الاول الابتدائي مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات ودرسنا بعنوان الطرح بالعد التنازلي وسنتعلم اليوم ان شاء الله يا شباب كيفية ايجاد ناتج الطرح بالعد التنازلي فهيا بنا نبدأ على بركة الله اولا لدينا في هذا المثال يا شباب يطلب مني ان اطرح بالعد التنازلي ستة ناقص اثنان الخطوة الاولى يا شباب في هذه المسألة لكي نستطيع ان نحلها لا بد اولا ان ابدأ بالعدد الاكبر العدد الاكبر يا شباب او الكل الموجود في المسألة هنا في مسألة الطرح دائما ما يكون الكل يا شباب في المسألة الافقية يكون في او موجود على اليمين فهنا الرقم ستة موجود على اليمين فهو الكل اما في المسائل الرأسية يكون الكل موجود في الاعلى فنبدأ بالعدد الكل او العدد الاكبر في المسألة ثم اعد تنازليا بحسب الرقم الثاني الموجود في المسألة الرقم الثاني الموجود في المسألة هنا يا شباب في مسألتنا هنا هو رقم اثنين فسنبدأ بالعدد تنازليا مرتين يا ابطال فنبدأ اولا بتمثيل الكل بمكعبات خضراء لتسهيل حل المسألة فقمنا الان يا شباب بتمثيل الكل وهو رقم ستة بمكعبات خضراء ثم سنقوم الان بطرح او باستبعاد مكعبين لنرى او لنجد لنجد او لنحصل على الناتج اولا يا شباب قمنا بتمثيل الكل ثم قمنا بطرح مكعب واحد فقط كم صار خمسة يا شباب اذا قمنا بطرح مكعب من الست مكعبات صار الناتج الى الان خمس اذا قمنا بطرح مكعب اخر كما فعلنا وصلنا الى الرقم اربع احسنتم اشباب اذا قمنا بطرح مكعبين او بطرح اثنين من الستة وصلنا الى الرقم اربع احسنتم اذا ستة ناقص اثنان يساوي اربع احسنتم يا شباب ننتقل للمثال الاول يطلب مني ان استعمل المكعبات الخضراء واعد تنازليا لاجد ناتج الطرح اولا يا شباب كما قلنا في المثال السابق نقوم بالتعرف او بتحديد الكل والكل هنا يمثله رقم كم يا شباب احسنتم يمثله رقم ثمانية فنبدأ اولا بتحديد الكل وتمثيل الكل بمكعبات خضراء كما نرى ثم نعد تنازليا نعد كم مرة تنازليا يا شباب احسنتم نعد ثلاث مرات ونستبعد كم مكعب نستبعد ايضا ثلاث مكعبات احسنتم اذا سنقوم الان باستبعاد مكعب واحد فقط لتصبح الثمانية سبعة ثم نستبعد اخر ستة ثم نستبعد الاخير خمسة احسنتم اذا قمنا باستبعاد ثلاث مكعبات حتى صار العدد خمسة اذا ثمانية ناقص ثلاثة يساوي خمسة احسنتم يا شباب كما نرى ثمانية ناقص ثلاثة يساوي خمسة المثال التالي يطلب مني ايضا ان استعمل المكعبات الخضراء واعد تنازليا لاجد ناتج الطرح من يحدد لي الكل هنا يا شباب احسنتم الكل هنا سبعة نقوم بتمثيل الكل بمكعبات خضراء ثم نعد تنازليا كم مرة نعد تنازليا يا شباب احسنتم نعد مرة واحدة فقط فنبدأ بالسبعة ونبدأ نعد تصاعديا مرة واحدة فقط ونقوم باستبعاد مكعب فنقوم الآن باستبعاد مكعب ليصير العدد كم يا شباب ليصير العدد ستة احسنتم اذا يا شباب سبعة ناقص واحد يساوي ستة ابطال المثال التالي يطلب مني ان اتعرف عدد القوارب التي بقيت في الميناء بعدما غادر ثلاث منها فنقرأ المسألة في الميناء احد عشر قاربا اذا غادر ثلاث منها فكم قاربا باقي في الميناء لدينا كما نرى في الصورة يا شباب احد عشر قاربا نعدهم سويا لنتأكد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احد عشر اذا بالفعل لدينا احد عشر قاربا غادر منها ثلاثة يا شباب اولا نقوم بكتابة المسألة كما نرى نبدأ بالكل كما تعودنا الكل دائما ما يكون ناحية اليمين او جهة اليمين قمنا بكتابة الكل كم نستبعد من قارب يا ابطال احسنتم نستبعد ثلاث قوارب حيث ان هنا يخبرنا في رأس السؤال انه غادر ثلاث قوارب اذا نكتب احد عشر ناقص ثلاث يا شباب قمنا باستبعاد القوارب وكتبنا رقم ثلاث اذا النتج كم يا شباب كم تبقى لدي من قارب احد عشر ناقص ثلاثة تبقى لدي كم احسنتم تبقى لدي ثمان قوارب اذا احد عشر ناقص ثلاثة يساوي ثمانية احسنتم يا شباب التدريب التالي يطلب مني ان استعمل المكعبات الخضراء واعد تنازليا لاجل ناتج الطرح هنا يا شباب كما نرى ان المسألة الموجودة هي مسألة طرح رأسية الرأسية يا شباب قلنا ان الكل اين مكان الكل في المسائل الرأسية احسنتم الكل يكون في الاعلى والجزء يكون اسفل منه والناتج في الاسفل اولا يا شباب كما تعودنا في نفس المسائل السابقة نفس الطريقة نقوم اولا بتحديد الكل وتمثيله قمنا الان بتحديد الكل وهو رقم عشرة نقوم بتمثيله بمكعبات خضراء كما طلب مننا ثم يا شباب نعد تنازليا كم مرة يا شباب نعد تنازليا احسنتم نعد مرة واحدة نبدأ بكتابة عشرة ثم نعد تنازليا مرة واحدة فقط عشرة ناقص واحد نقوم بحذف او باستبعاد مكعب ثم نكتب الناتج عشرة ناقص واحد يساوي تسعة اذا صار عدد المكعبات الخضراء بعدما استبعدنا منهم مكعب واحد فقط صار العدد تسعة اذا عشرة ناقص واحد كم يساوي يا شباب يساوي تسعة احسنتم يا شباب بارك الله فيكم السؤال الثاني او المثال التالي يطلب مني ايضا ان استعمل مكعبات خضراء واعد تنازليا لاجد ناتج الطرح هنا يا شباب كما نرى ايضا هذه مسألة رأسية نقوم اولا بتحديد الكل ثم نقوم بتمثيله بمكعبات خضراء كما طلب منه الكل هنا يا شباب هو رقم احسنتم رقم ثمانية نقوم بتمثيل الكل بمكعبات خضراء ثم نعد نزولا او نعد تنازليا كم مرة يا شباب احسنتم مرة واحدة فقط اذا نقول ثمانية ونبدأ بالعد تنازليا مرة واحدة فقط نقول سبعة احسنتم اذا ثمانية ناقص واحد يساوي سبعة ابطال احسنتم بارك الله فيكم تعلمنا اليوم يا شباب بفضل الله كيفية ايجاد ناتج الطرح بالعد التنازلي ولكي نستطيع ان نجد ناتج الطرح لا بد من مراعاة بعض الخطوات الخطوة الاولى لا بد اولا ان ابدأ بالعدد الاكبر وهو الكل لا بد ان احدد الكل يا شباب وابدأ به السؤال او ابدأ الحل بمعرفة الكل ثم الخطوة الثانية اعد تنازليا بحسب العدد المطروح من الكل فلو مثلا لدينا مثال تسعة ناقص ثلاثة ابدأ بالتسعة ثم اعد تنازليا ثلاث مرات الى ان اصل للناتج الخطوة الثالثة اكتب الناتج عند اخر رقم تنازليا الرقم الذي وصلت اليه بعد العد التنازلي هذا هو الناتج نقوم بكتابة او بكتابته الناتج احسنتم يا شباب جزاكم الله خيرا اسأل الله العلي العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة